بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم هو موضوع مصادر التمويل مصادر التمويل ده من الموضوعات الغاية في الأهمية في أي نشاط تجاري وبيشغل بال كل واحد بيعمل في الحقل المالي بيشغل باله أول حاجة تيجي في زهنه هو مصادر التمويل مين اللي بيعمل في الحقل المالي من يسعى لتأسيس مشروع جديد أنت بتفتح مشروع جديد أو بتفكر عندك فكرة عاوز تحطها موضوع التنفيذ فأول حاجة بتفكر فيها مصادر التمويل أجيب التمويل بتاعي منين في تاني صاحب مشروع قائم عشان يطوره ويحفظ على استمراريته محتاج يعرف مصادر التمويل وصيغ التمويل اللي موجودة إيه تالت حاجة عندنا القائمين على عملية التحليل المالي اللي بيحلل مالي للشركات سواء أنا هشتري منها أسهم أو هستثمر فيها فأنا كمستثمر محتاج أعمل تحليل مالي للشركات دي فلذلك لازم يكون على وعي ودراية كاملة بمصادر التمويل تعالوا نشوف إيه السبب وراء اختيار المصدر التمويل الخاطئ واللي بيترتب عليه اتخاذي قرار خاطئ واختيار مصدر تمويل خاطئ هيترتب عليه إيه أحد الحاجات المترتبة على اختيار مصدر التمويل الخاطئ هو إنك تعرض الشركة بتاعتك تتعرض لتعصر مالي يعني إيه تعصر مالي عدم قدرة المنظمة على الوفاء بالتزاماتها قصرة الأجل يعني مفيش عندك سيولة تدفع التزاماتك المديونات اللي عليك مفيش معاك سيولة عشان تقوم بتزديد هذه الالتزامات فبيترتب عليها إيه يترتب عليها تراكم المديونية زيادة الفوائد والغرامات اللي هتدفعها نتيجة تأخيرك عن سداد الالتزامات دي عدم الثقة في المركز المالي للمنظمة بتاعتك يبقى عشان كده لازم تكون على دراية ووعي كامل بمصادر التمويل وتبحث دايما عن كل صياغ التمويل الجديد أي صياغ تطلع الجديدة زي ما الغرب بيعمل دايما يقعد يفكر إيه الجديد في التمويل وإيه الصياغ الجديدة اللي ممكن يعتمد عليه طيب هنتكلم في إيه الوقتي هنتكلم عن أنواع مصادر التمويل هنشوف إيه الأنواع اللي موجودة في مصادر التمويل وبعد كده نمسكهم جزئية جزئية أول جزئية هنتكلم في مصادر التمويل قصرة الأجل اللي هي الاقتمان التجاري والاقتمان المصرفي هنتكلم عن الكروض المباشرة والتأجير التمويلي دي كمصادر متوسط الأجل وهنتكلم عن التمويل بحقوق الملكية والتمويل بالمديونية وهنتكلم عن مصادر التمويل الداخلية او الذاتية نبدأ نتكلم عن اول حاجة ايه هي انواع مصادر التمويل فهنجد عندي نوعين من مصادر التمويل اول حاجة فيه مصادر تمويل داخلية ومصادر تمويل خارجية ايه الداخلية والخارجية مصادر تمويل داخلية من دول منظمة نفسها من الامكانيات اللي موجودة الزاتية داخل المنظمة باستخدم مصادر التمويل الداخلية في تمويل احتياجاتي المالية مصادر التمويل الخارجية باشوف حد من خارج المنظمة باعتمد عليه في ان اخد منه تمويل طيب فنجد ان مصادر التمويل الخارجية فيها مصادر التمويل قصيرة الاجل ومصادر التمويل متوسطة الاجل ومصادر التمويل طويلة الاجل يبقى مصادر التمويل الخارجية فيها إيه؟ فيها مصادر التمويل قصيرة الأجل ومصادر التمويل متوسطة الأجل وطويلة الإيه؟ ومصادر التمويل طويلة الأجل مصادر التمويل الداخلية فيها صف التدافقات النقدية ونشوف التدافقات الإيه النقدية دي كلها موجودة كأحد مصادر التمويل الداخلية داخل المنظمة نبدأ نشوف أول شكل عندنا من أشكال التمويل أو أول صيغة أو شكل من شكل التمويل فإحنا عندنا الاقتمان التجاري الاقتمان التجاري ده تبع ايه تبع مصادر تمويل قصيرة الأجل يبقى مصادر التمويل قصيرة الأجل أول جزئية في التمويل الخارجي اللي هو خارج إطار المنظمة عايز جيب تمويل من خارجها فأول مصدر عندي هو الاقتمان التجاري اول مصدر ممكن اعتمد عليه هو الاقتمان التجاري ايه هو الاقتمان التجاري قالك عندما تحصل المنظمة على بضاعة من المورد دون دفع قيمتها فورا يبقى انا بحصل على ايه على بضاعة يبقى الاقتمان ده بيتاخد في شكل فلوس ولا بيتاخد في شكل بضاعة او منتج او برودك تباخده من حد بيتاخد في شكل ايه منتج يبقى عندما تحصل المنظمة على بضاعة من المورد دون دفع قيمتها فورا هذا بنسميه ائتمان تجاري يعني تاخد بالآجل اخد بضاعة من واحد بالآجل ليه يعتبر ائتماني ولا مش ائتماني يعتبر ائتمان ليه؟ الأصل ان انا بروح ادفع فلوس واخد البضاعة هو بوفر عليك انك تجي براس مال عايز ابدأ براس مال مشروع صغير فبدل ما اخد معاك مثلا 10.000 جنيه العشر تلاف جنيه دول بدل ما اروح ادفعهم في منتج واحد لا الائتماني التجاري ممكن اجيب من اكتر من مصدر وبعد اجل معين متفق عليه اسدد له الفلوس يبقى هو كده ادني ائتمان تجاري ادني بضاعة دون دفع قيمتها اذا حصلت على بضاعة دون دفع القيمة بتاعتها اصبحت بحصل على ائتمان اسمه ايه؟ اسمه الائتمان التجاري طيب ايه الشرط بتاع الائتمان التجاري؟ فبيقول لي فيه صيغة عامة للشرط بتاع الائتمان التجاري ايه الصيغة دي بقول لي 2 على 10 صافي 30 يوم 2 على 10 صافي 30 يوم يعني ايه الكلام ده؟ المفروض انت كواحد تجاري تعرف الشكل بتاع الاقتمان التجاري بعد ما بتعمل الفطورة بكتب لك مثلا 2 على 10 صار في 30 يوم تقول يا رب هو ايه ده تعال نشوف مع بعض كده ايه 30 يوم دول فحنلاقي 30 يوم هي مدة الاقتمان هي مدة ايه الاقتمان حضرتك خدت مني فطورة ملزوم تسددها لي في حد اقصى 30 يوم يبقى اليوم التلاتين فلوس تكون عندي طبعا سددت قبل كده مفيش اي مشكل يبقى مدة الاقتمان قد ايه انا مدلك لغاية كم يوم 30 يوم يبقى الشرط الاقتمان عندي مدته مدة الاقتمان لغاية 30 ايه 30 يوم طيب فيه الاتنين دي بتاعت ايه قالك الاتنين دي هي الخصم النقدي الخصم الايه النقدي يبقى انا بديك خصم نقدي ايه 2% يبقى الاتنين دي هي 2% هي نسبة مقوية بقولك ان انا هديك خصم نقدي قيمته ايه 2% الخصم ده لغاية فترة قديه اه دي مدة الخصم اذا سددت خلال العشر تيام الاولى هتاخد خصم 2% اذا سددت خلال العشر تيام الاولى هتحصل على خصم ايه خصم 2% يبقى انا عندي مدة الاقتمان كلها قديه 30 يوم 30 يوم اذا قمت بالسداد في العشر تيام الاولى هتاخد خصم كام 2% ما سددتش في العشر تيام الاولى ملكاش عندي خصم بس تسدد لي قيمة الفطورة بالكامل بحد اقصى 30 يوم خلاص يبقى احنا لو قسمنا المدة دي هنقول العشر تيام الاولانين لو سددت فيهم او خلال عشر تيام دول هتاخد خصم 2% طب ما سددتش خلال عشر تيام يبقى لعشرين يوم التانيين تدفع لقيمة الفطورة بالكامل يبقى اجمالي مدة الاقتمان بتاعها كامل 30 يوم يبقى معنى كده ايه ان انا حصلت على بضاعة ما سددتش تمانها اعادت شهر مش هدفع الفلوس بتاعتي يبقى كده حصلت على اقتمان اسمه الاقتمانه الايه لاقتمان التجاري يبقى الاقتمان التجاري ده بحصل فيه على بضاعة من المورد دون دفع قيمتها فورا الشرط بتاعها ايه لما بيجي يكتب للصغة بتاعتها 2 على 10 صافي 30 يوم مش معنى كده ان الصغة دي سابتة احنا طبعا بنغيرها على حسب نسبة الخصم اللي بناخد فمثلا نسبة الخصم بتاعتي تعالوا نشوف نسبة الخصم كده تلاقي نسبة الخصم عندك كام 2% ممكن من 2 ل 5% عادة بتبقى كده يعني فممكن يقولك 3% 4% خلاص فنسبة الخصم كتبلك هنا 2% بقى انا اخد 2% امتا خلال مدة الخصم اللي هي 10 تيام يبقى اخد خصم على الفطورة 2% اذا سددت خلال ايه العشر تيام طيب ومدة الاقتمان كلها على بعضها كم يوم مدة الاقتمان كاملة 30 يوم واضح كده طيب تعالوا نشوف موضوع تاني في الاقتمان التجاري برضه بنشوف العوامل المؤثرة في شروط الاقتمان التجاري ايه الحاجات اللي بتأثر بتخلينا اتخذ قرار بالاقتمان التجاري اول حاجة بيقول لي درجة المنافسة درجة المنافسة انا ممكن اقدم اقتمان تجاري امتا من وجهة نظر المورد المورد امتا يقوم بتقديم اقتمان تجاري امتا فدح مشروع هتدي اقتمان تجاري الحد ليه؟ قالك اول حاجة عندنا اول نقطة هي درجة المنافسة السوق فيه منافسين كتير واحد بيقدم اقتمان تجاري بيعطي اقتمان تجاري اللي يروح له يقول له لو انت هتشتري مني بضاعة خلال الشهر هديلك خلال الشهر ده اجل لو سددت خلال 10 تيام الاولانين هديك نسبة خصم 2% وانت جنبه اي عميل هيشتري من عندك ولا هيشتري من الطرف الاخر هيشوف الطرف اللي بيحقله منفع واشتري منه رأس المال بتاع اي مشروع محدود فلما نوع المصادر بتاعتي واخد اجل من اكتر من مصدر ده كل ده بيعمل لي ايه؟ كل ده بيعمل لي دعم بيعمل لي دعم مالي او تمويل خلاص يبقى كل ما يكون السوق درجة المنافسة فيه عالية لإتمان التجاري اللي بيحصل فيه توسع فيه لإتمان التجاري طيب طبيعة المنتج نفسه فيه عندي حاجة تانية بتقولي طبيعة المنتج فيه منتجات نفسها طبيعتها بتفرد بتفرد عليك انك تتعامل بنظام لإتمان التجاري زي ايه كده؟ بعض سلع الموضة فيه بعض السلع الخاصة بالموضة اذا السنة الجاية جات عليها وما تمش تسويقها السلع دي بتركض وخلاص ما يبقاش لها سوق طيب يعمل ليه ساعتها؟ يعمل اتمان تجاري يقولك اعرض للمنتجات ديها عندك وفي اخر الموسم او بعد فترة معينة اسدد الفلوس بتاعتها لابا انا بديك بضاعة اجل وبقولك سدد القيمة بتاعتها بعد فترة معينة ليه؟ انا عايز اوسع كم المعروض من المنتجات دي عشان ما تقعدش للسنة الجاية فالموضة بتاعتها بتروح السلع الغذائي لو فيه حاجة ممكن تعرض للتلف احتفظ بيها ولا اوسع دائرة استخدامها اوسع دائرة استخدامها لما يكون السلع مكلفة في عملية التخزين بتاعتها زي مثلا المشتقات الالباء لو انا جبت الالبان او مشتقاتها او الجبنة او كلام من كده واحتفظت بيها فترة طويل محتاجة تخزين طب ما بدل مخزن عندي انا اديها باقتمان للعملي انا وفرت مخازن ووفرت تلف للبضاعة لو اتأخرت عندي وحطها فين وحطها عندي ايه؟ العميل تالت حاجة عندي ودي نقطة مهمة جدا المركز المالي للعميل المركز المالي بتاع العميل ده بيحكم هلا تدلو عملية اتمان ولا لا لما يكون المركز بتاعه المالي قوي مركز المالي للعميل قوي ده بيدعو كل الموردين انهم بيتصابقوا للتعامل معه هو المركز المالي العميل لما يكون قوي بيدعو المورد اي مورد بيتصابق لانه يتعامل لانه فيه ثقة وجدارة اتمانية ممكن اتدلو البضاعة وانا امن على البضاعة بتاعتي ومش قلقان عليها يبقى المركز المالي للعميل كمان الفترة اللي بيشتغل فيها العميل في السوق ده بيدعو مركزه المالي يعني لما يكون عندك عميل لسه فاتح جديد بقاله اقل من سنة واحد في السوق بقاله عشرات السنوات هتعمل مع مين مع الفترة اللي قاعد فترة اكبر في السوق والمركز المالي بتاعه يكون مركز جيد او فيه ثقة او جدارة اتمانية للتعامل يبقى احنا بنتكلم عن العوامل المؤثرة في شروط الاعتمان التجاري يعني بديلو شروط اعتمان التجاري بديلو نسبة خاص ما قد ايه او بديلو فترة قد ايه دي بيحكمها حاجات اول حاجة بتحكمها قولنا درجة المنافسة شوف درجة الايه المنافسة طبيعة المنتج اللي انا بشتغل فيه المركز المالي للعميل يبقى الشروط الاعتمان بتحددها على اساس ايه درجة المنافسة المركز المالي للعميل طيب تعال نشوف مع بعض ايه هو اشكال الاعتمان التجاري بيتم ازاي الاعتمان التجاري فقالك فيه عندي شكلين فيه الحساب الجاري وفيه اوراق الدفع فيه عندي حاجة اسمها الحساب الجاري واوراق ايه الدفع ايه الفرق بينهم؟ الحساب الجاري لا يقوم المشتري بتوقيع اي مستند رسمي لاثبات مديونيته للمورد المورد اللي بيورد له السلعة هو بيوقعلهش على اي مستند رسمي وده بناء على ايه؟ زي ما احنا قلنا قبل كده لما لاقي عميل المركز المالي بتاعه قوي وفيه تعاملات مستمرنا بينا وبين بعض بياخد البضاعة اي بضاعة بطلبها او اي حاجة توريد هو اعوزه بورده له بدون ما يمضي على اي شيء وفيه تاني حاجة عندي اللي هي اوراق الدفع تاني شكل من اشكال الاقتمانته جاري هو اوراق الايه؟ اوراق الدفع يقوم المشتري بتوقيع مستند رسمي لاثبات مديونيته للمورد يبقى فيه عندي حالتين الحالة الاورانية هي الحساب الجاري فيه بيننا وبين بعض حسابات جارية انت بتاخد منه بضاعة وانا باخد منك الفلوس والكلام ده بيتم بدون اثبات رسمي او بدون توقيع اي ولق رسمي على المديونيته وقلنا الكلام ده امتى؟ لما يكون بالضبط كده لما يكون المورد او العميل بتاعي نفسه المركز المالي بتاعه ايه؟ قوي طيب وبالنسبة الاوراق الدفع اه لما باجه اتعمل مع عميل بقوله لا اي حاجة تستلمها بتمديلي فيها على وصل بتمديلي فيها اه 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 ا للمورد هنتكلم عن أسباب استخدام لإتمان التجاري ليه باستخدم لإتمان التجاري الأول سبب عندي هو التكلفة التكلفة بتاعته منخفضة أقل من أشكال من أشكال تانية وخاصة إذا استغلت الخصم النقدي اللي هو من الدهوني إذا حصلت على خصم نقدي وقدرت أستغل هذا الخصم النقدي فأنا بذلك وفرت إيه وفرت التكلفة التانية حاجة عندي قد يكون هو المصدر الوحيد المتاح يعني أنا كل ما أحتاج بضاعة هروح أخذ كارد من البنك طبعا أنتوا عارفين كارد البنك بقدم مستندات والبنك هيفحصها وهيتخذ القرار والكلام ده كله بياخد وقت والكلام ده هيأثر على النشاط بتاعي التجاري بتاعي لذلك قد يكون هو المصدر الوحيد المتاح للحصول عليه التالية حاجة السهولة لما تروح بتاخد بضاعة من أجل من واحد الموضوع الموضوع بسيط ما فيش فيه إجراءات ولا أي نوع من التعقيدات أنا محتاج بضاعة فبيورد لك البضاعة اللي أنت طالبها فالموضوع فيه سهولة ويسر كمان السهولة مش سهولة بس أنك بتحصل على الاقتمان لو أنت حصلت على اقتمان عن طريق البنك لو حصل تأخر في السناد بتلاقي البنك بياخد إجراءات قانونية فوره إنما لما بتاخد اقتمان تجاري فبيكون فيه شيء من التساهل يعني مثلا ظروف زي اللي احنا فيها أزمة زي أزمة كورونا المشروعات وقفت لو البنك ما هيفيش تهاون أنت تأخرت عن المعاد عليك غرامات إدفع التحصيل إنما في الاقتمان التجاري لا ممكن نصبر مع بعض شوية ممكن يقول لك ده عامل بتاعي وتعرض لتعصر الشهر ده فإحنا ممكن إيه نأجل معاه يبقى فيه سهولة في الإجراءات عن البنك طيب فيه عندنا المرونة المرونة دي جاي منين أنا بشتغل في سلعة هو إعطاني سلعة السلعة دي بيترتب عليها مديوني قد تكون السلعة دي موسمية بستغلها في موسم معين بشتغل فيها في موسم محدد عاوز أحصل الفلوس دي فمجرد ما بدخل الموسم يبدأ يورد من الفلوس اللي هو عنده بقى فيها شيء من المرونة كذلك لو تعصر عن السداد وأصبحت العلاقة مش مش كويسة ممكن أقول له لا أردوا لي البضاعة بتاعت بأنا في عندي إيه شيء من المرونة طيب منخص لإتمان التجاري اللي احنا اتكلمنا عنه قلنا لإتمان التجاري هو أحد أشكال التمويل إيه قصير الأجل صح؟ ليه قصير الأجل لأنه بيكون أقل من سنة التمويل أقل من إيه سنة يبقى الإتمان التجاري هو أحد أشكال التمويل قصيرة الأجل ومن خلاله تحصل منظمة على بضاعة من المورد دون دفع إيه قيمتها يبقى الإتمان التجاري ده لو أنا سألتك كده قلت لك الإتمان التجاري بيكون في شكل نقدي تقولي لا ده هي عبارة عن بضاعة بنحصل عليها دون دفع قيمتها يبقى الإتمان التجاري ده بيكون في شكل إيه؟ في شكل بضاعة طيب الإتمان التجاري ده تمويل طويل الأجل تقولي لا هو تمويل قصير الأجل يبقى الإتمان التجاري هو أحد أشكال التمويل قصيرة الأجل من خلاله تحصل المنظمة على بضاعة من المورد دون دفع قيمتها فورا الشكل العام 3 على 15 صفي 40 يوم تعرف تفسره انت بقى يعني ايه 3 لنسبة الخصم بتاعتي 3% اذا تم السدد خلال مدة الخصم عديه قال لي 15 يوم اذا سددت خلال 15 يوم تاخد خصم كام 3% طب مدة الاعتمان كلها كام 40% مزبوط كده يبقى انا واخد اعتمان مدته كلها 40% لو سددت خلال 15 يوم الاولانين باخد خصم كام 3% ده الشكل العام لشرط الاعتمان برافو عليكم ناخد على عوامل مؤثرة في شروط الاعتمان التجاري تكلمنا على عامل المنافس كل ما تزيد المنافسة شروط الاعتمانية تبقى ايه احسن طبيعة المنتج نفسه المنتجات اللي بتعتمد على الموضة المنتجات اللي بتتعرض للتلف كل ده بيأثر على الشرط الاعتماني اللي انا بحصل عليه المركز المالي للعميل كل ما يكون المركز المالي للعميل قوي كل ما يساعدني ده على ان انا ادَّلوه اعتمان اشكال اعتمان التجاري في شكل الحساب الجاري ما بيوقعش العميل على اي وصولات عندي او اي اوراق وفي شكل أوراق الدفع فيها بيوقع العميل على أوراق أوراق الدفع أسباب استخدامه قلنا التكلفة بتاعته تعتبر تكلفة إلى حد ما منخفض المصدر الوحيد قد يكون هو المصدر الوحيد للتمويل إذا البنوك رفضت تديك تمويل فأنت عندك المصدر الوحيد المتجدد معك ممكن يكون ده الاعتمال التجاري السهولة بتاعته سهولة الإجراءات بتاعته سواء أنك تحصل على قرد أو المطالبة به المرونة وقلنا أنه يتعامل بشيء من المرونة أنك تتعامل في بضاعة ممكن البضاعة دي تستخدمها أو تردها